دلوقتي يا دكتور أنا يا راجل جيت زراحتي عند حضرتك وبعد الزراعة دلوقتي يعني ايه الحاجات اللي أنا اتباحها بقى؟ الحاجات اللي أنا عاملها بعد الزراعة؟ الحاجات اللي أنا قدر أكلها عادي؟ والحاجات اللي أنا ما قدرش أدخلها فمي؟ ايه بقى؟ هي تعليمات ما بعد الزراعة تعليمات آه؟ آه تعليمات سهلة هي مش صعبة يعني هي قريبة جدا من تعليمات الخلا لو عملية الزراعة يعني تطلبت مننا نحن نفتح فتحة صغيرة بنحتاج أن احنا نمشي على تعلمات من بعض الجراحة العادية اللي هو ما تكلش على المكان دوات بنحتاج أكلك يبقى طري وبارد ما تلعبش لو فيه غرز أو حاجة ما تلعبش فيه مكان الجراحة أو كده فتعلامات بسيطة ممكن يبقى العيان حاسس بشوية ورم أو شوية قلم بيأخذ لمساكنات لكن مش الحاجة الإكستريم اللي ممكن يخلي العيان يقلق من الموضوع الزرع خالص طيب ممكن نستاذ محمد مالكي نازل الصورة نشوف كده صورة الدكتورية علانة على علامة طيب الصورة دي دكتور دي حالة احنا كانت خلعت وزارة عنا لها في نفس الوقت وده الهيلين بتاعها أو الشفاء بتاعها بعد أسبوعين الحمد لله عندها الأنسجة التأمت هنا بصورة ممتازة حوالين الزرع وإحنا كمان هنعمل لها حاجة اسمها تحميل فوري على الزرع يعني مش هنسيبها تستنى لأربع شهور عشان عبما كان يسمع إن احنا هنعمل لها لودنج أو تحميل بسرعة فالحالة داية كانت بعد أسبوعين بعد أسبوعين الصورة بعد أسبوع مهمة دي صورة للدليل الجراح اللي احنا بنستخدمه في العمليات بتاعتنا دلوقتي أنا هشروح فكرة صغيرة كده عن فكرة دليل الجراحي إنه هو فعلا عمل تطور شوية في زراعة الأسنان وخليتنا إن احنا نوصل لدقة في وضع الزراعات عالية جدا تتجاوز 99% هو مشكلتنا دايما إنه زراعة الأسنان زيها زي أي حاجة في طب الأسنان فيها العامل للبشر يعني